موسيقى موسيقى بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين الحلقة الرابعة أعطوا ما لقيصر لقيصر ومن الله لله في إنجين متى 22-21 قالوا له لقيصر فقال لهم أعطوا إذ ما لقيصر لقيصر ومن الله لله في إنجين مرقص 12-17 فأجاب يسوع وقال لهم أعطوا ما لقيصر لقيصر ومن الله لله فتعجبوا منه منه في إنجيل لوقة 20-25 فقال لهم أعطوا إذ مال قيصر لقيصر ومال الله لله سلام الرابع عزائي المشاهدين في قناة الحياة المسيحية نرحب بكم مع عزائي المشاهدين وندعوكم إلى مشاركتنا لكشف الحقيقة من حاولوا خداع المسيح ومن يقومون اليوم بمحاولة خداعنا كمسيحيين العراق أكد المسيح في ثلاث مرات في ثلاث أناجيل ألا أعطاء مال قيصر لقيصر ومال الله لله حيث يخلطون بين مال قيصر ومال الله حاولوا أن يخدعون المسيح ويحكمون عليه حاولوا يسوون فخ للمسيح لكن ما نجحوا المسيح كشفهم ورجعهم خايبين لأنه يعلم ما في قلوبهم وكان جواب المسيح أعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله هذا كان كلام المسيح كان يعرف شنو اللي يريدون وشنو أكوا بقلوبهم من حقد وشر وهذا يحدث الآن مع المسيحيين يردون مننا بيوتنا وفلوسنا يردون مننا عملنا يردون من عندنا حياتنا وبلدنا وأطفالنا وبناتنا باسم الدين وإلهم حتى لو القصة انتهت حيجون باسم جديد مثل السلفية والقاعدة والدواعش والأحزاب الأخرى اللي نعرفها الحرب مو مع بشر بل مع فكر الديني الذي لهم الذي يأمر بقتل الناس وعدم حرية اختيار الدين مثل ما قال بولوس الرسول حربنا مع جناد الشر الروحية هو الفكر الذي يفطهد إرادة الله لأن إرادة الله ليست القتل والدمار إرادة الله المحبة والسلام أنه هو يجمع أولاده مو يقتل أولاده مثل ما تسوون ونسمع أب يقتل أولاده وبناته باسم الدين يطلبون ما لقيصر وأمور أخرى تحدث في حياة المسيحيين في هذا الوقت أخواني وأخواتي لا أنا سياسي وأريد منصب ولا أنا إعلامي وأريد شهرة ولا أنا عندي مصالح أو تجارة أنا شخص عادي خادم للمسيح ولشعب الرب وشعب العراق كل اللي أريده ننشر السلام سلام المسيح الذي يفوق كل عقل أنا شخص يبحث عن ما هو لله مو ما لداعش أو للسياسة أو لتجارة للدين أو لفلوس أو الدولة إحنا المسيحيين كل شي ما نريد نريد نفرح ونكون بسلام ونكون بأمان نحب بعضنا لبعض ونساعد بعضنا لبعض ونعبد إلهنا بكل حرية مو نجبر أحد على عبادة الله لو يتبعدين تحت السيف لو يكون الثمن بيتك وفلوسك وهذا صار حتى أهل بيتك يعني عرضك هذا بيا شرعوا يا دين بس أريد أعرف أنتم منين جايين هل هذا فكر جديد أم دين جديد وكانت وصية الرب يسوع المسيح وهي رسالة من المسيح كما هو مكتوب في مرقص 12 30 إلى 31 وتحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك هذه الوصية الأولى والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين يكفي نحتي بالدين والسياسة والتجارة ونخبط بها يوديتش يكفي نكذب والنافق وإذا نريد شي نربط الدين به هي علاقة الخالق بالمخلوق وعلاقتنا ببعضنا البعض نساعد نحب نكون في أمان اللي هو أبسط حقوق الإنسان مو حتى نحصل على شي بالمقابل إحنا كمسيحين ورجال الدين وشعب العراق اللي يسمع ويتبع تعاليم المسيح المسيح والصانع أن نحب بعضنا البعض من خلال هذا نحب الرب ونطبق تعاليم الرب يا ناس يا عالم ما خص الدين بالسياسة والتجارة يكفي نربط الدين من أجل مصالح الشخصية صار الدين تجارة سهلة بس يصرف كلام ويأخذ فلوس ما يتعب نفسه تذكر أنك فاليوم ستوقف أمام الديان اللي دين الأحيا والأموات المسيح أعطانا أمور أعظم وأسمى هاي كلها وقال روحوا وفكوا المأسور افتحوا عيون العمي باسمي أي باسم الرب يسوع وليس اسم آخر أعطي يجب أن نخلص كما هو مكتوب في أعمال الرسل 4-12 وليس بأحد غيره الخلاص لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص حتى يعرف العالم إحنا أولاد المسيح ونشهد المسيح نصلي باسم الرب وننتهر كل فكر يخلط بين أطماع شخصية باسم الله وباسم الدين حتى يضحك على هاي الناس المساكين بالكذب يخلط بين اسم الله والسياسة والتجارة والمال حتى تحصل على أصوات الناس واستغلهم وينتخبوك بالبرلمان لو تكون رئيس وزارة لو رئيس دولة وقمنا نحلل ونحرم بكيفنا الله أعطانا سلطان أعلى من هاي الأمور الله يقدر يدافع عن حقه عن نفسه هو مو ضعيف مو أنت كإنسان تريد ترجع حق الله أو تستغل اسم الله لمصلحتك الشخصية من أجل المال أو الطمع أنت منه ليش الله محتاجك هل الله ضعيف حاشا أن يكون الله بهاي الصورة خابصين روحكم بس تريدون تدخلون بالدولة أو بالنفوذ بس لو نجي ونشوف منهما أصحاب المكانات السياسية حنلقي رجال ونساء المدعين الدين والتدين ورجال الدين هما صاروا أهل الدولة والبرلمان والرئاسة من حزب فلان ودين فلان وهذا من طائفة فلان وحتى الملحدين باسم الإلحاد يأخذون أصوات بس يكفي أنت اسمك رجل دين وليس رجل الدولة والسياسة اسمك المفروض رجل الله يأخذ قوتك من الله مو أنت تجيب حق الله بالقوة أو أنت ما تعرف شنو حق الله أصلا أو العدالة الإلهية أن تكون ممسوح من الله يكون قصدك وهدفك من الله وليس من المال أو منصب من قمنا هسا نجيب اسم رجال الدين يقول لك روح بابا هاي أرخص شغلة وتجيب فلوس وما تصرف بها شي مع احتراماتي إلى كل رجل دين شريف الذين يؤمنون بالإنسانية وبالمسيح يكفي دمرنا ورخصنا خدمة الله والخادم صار بهذا الوقت اللي يريد يسوي الشي أو يقوم بأمر معين يروح يدفع فلوس لرجال الدين أو يجيبه يا أبو عمامة وهو يسهل كل أموره يعني بين قوسين نجيب واحد يحلل ويحرم بالفلوس مثل ما صار بالحواسم نخمس حتى نحلل يمر جال الدين إذا عندك معاملة أو ما يحترموك إنسان بس يحترمون رجال الدين جيب واحد وياك يسهل أمورك بس نطيف فلوس وصار رجال الدين معقب معاملات تريد تربح وتكون بالبرلمان احتي باسم الدين أو إلبس عمامة أو خلي طمغة بالقصة ما احترماتي إلى كل شخص اللي ما يسويهي شي أمور هاي الأمور موجودة عندنا بالبلد لا تزعلون مني وكل واحد في داخله في داخل نفسه يعرف هذا الكلام إلى منه موجه أنا احترم كل شخص ما يسويهي شي أمور سياسي أما تكون إسلامي أو مسيحي أو علماني أو ملحد وكل هاي أما باسم الدين لو طائفية لو تابعة لجهة معينة أو حزب أو لفكر معين ويا ريت ورا كل هذا يكون أكو هدف سامي أو يساعد أهل البلد والناس بس خراب وعنصرية وفلوس تدخل الجيب حتى ولاء للبلد ماكو بالأخير يطلع عميل وكل هاي مصالح شخصية أو مادية حتى احترام للدين الذي يدعي به ماكو أو الفكر اللي أنت تحكي به ماكو وارجع أقولكم مثل ما قال المسيح اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله رسالتنا اليوم إلى هاي المجموعة من المخادعين أخي وأختي اللي أخذت الكلام بصفة شخصية روح راجع نفسك أو أنت اللي تعلمت من هذا الكلام ربي باركك أنا مو شغلي أنتقد أنا مو ناقد بس من حقي أقول لك كافي أقنع وزيف من حقي أقول لك يكفي تمثيل من حقي أقول لك كافي تخدع الناس اللي ده سويه بعد ما يجيب نتيجة على قولة العراقيين المكستور صار مكشوف كل شي مكشوف قمنا نلبس الزيد ديني من أجل القوة وقمنا نحتي باسم الدين من أجل المال والمصالح الشخصية أما حيقول لك الله نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير أو العبد الغير أمين يقول له أيها العبد الشرير والكسلان العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة هناك يكون البكاء وصرير الأسنان خاف ولحق على حالك وافصل بين حق الله وحق الدين يا ناس يا عالم سووا مثل ما تقولون سوي ساعة ربك وساعة القلبك وأني أقول لك إذا أنت تنطي ساعة ربك ساعة لله حياتك كلها تتغير خلونا نخلط بين العالم والمادة وأمور الله وين الحرية وين الديمقراطية وين الوعود اللي وعدتون بيها الله خلق آدم حر هو يختار الله أعطى آدم وحواء السلطان مو أنت مو أنت كرجل دين لو أبو الطمغة لو أبو الإعمامة لو أبو القناع الله ميزنا وخلانا على صورته ما يحتاج أنت تميز نفسك حتى حرية باسم الدين ما عدنا مجبورين تحت حكم السيف صار عدنا رجال الدين هم السياسيين هم المعاملات هو صاحب السلطة حتى صار رجل الدين هو اللي يحكم بمكان الله ويؤمر بالقتل بطرق عديدة ومتنوعة وتحويل البشر من أحرار إلى عبيد صار هو رجل القانون هو القانون احتيال باسم الدين واسم الله على الناس وقام يسوي كل شيء قتل باسم الدين وباسم الله شهواتك ورغباتك باسم الدين وباسم الله الطمع والجشع أين هو رجل الدين أين هو رجل الله لماذا هذا يحدث في بلدي كل هذا هل هي سياسة أو تخلف أو ماذا أم دين جديد هل هو ابتعاد عن الله والحق أترك لكم الجواب من طفل نايم بدون أكل لو صار يتيم وين الدين والعدالة لو من النسوان صاروا أرامل بسبب الجهل وعدم التفاهم والتخلف وين الدين ورجال الدين من عوائلهم تتهجر من بيوتهم وتنسلب وين السياسيين وين كلامكم وين كتوبكم السماوية من بيت يختصب من أهله لو عائلة تسلب لو طفل أو أمرأ لو رجل ينساقون كعبيد وهذا يا دين يحكم هي شي أمور النسوان تكون عبيد لو يحل المجاهد أن ياخذ ما يشاء لو يكونون سباية الحرب لهم هذا يا دين تحشون بي وين العدالة يا هل الدين والعدل والحق يكفي خليتوا نفسكم بمكان الله يكفي الناس بعد ما تسكت وترفع صوتها إلى الله القدير اللي هو على فوق كل إنسان هو العالي فوق كل عالي أخوية وأختي في الإنسانية أو في البلد أنا أدعوك إلى المسيح أن تدعو المسيح يلمس قلبك فيخلقك من جديد ويساعدك على تخطي الصعاب في مزمور 118 مكتوب عدد ثمانية الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان خلونا نصلي يا رب إحنا جايين نحتمي بيك ونتوكل عليك ونطلب الحق والعدالة منك أنت تحرر بلدنا من هذا الفكر والتعاصب أنت تحرر بلدنا من هذا الدين دين القتل أنت تغير الناس وتبعد الشر وتحمينا من المخادعين يا رب أحمينا بإسمك القدوس نطلب يا يسوع أرحمنا وشعب الرب يقول آمين حلقة الخامسة هل المسيحيون كفر أم أهل كتاب بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة